أبو المعاطي أبو المعاطي يا عسل يا أبو دم عسل يا عطعط يا عسل يا أبو دم عسل كل من شاف أبويا يضرب المسل يا عسل أبويا الجدع أنا الشياك أحلى عكب بقى مصرف خد هذا عسل يا تلفس يا لأ خد مصرف يعني أنا مصرف يعني من ورانا يا بنتي من ورانا أخيرا عسل يا ظهرت له كرامة ودخل علي بحتة زي اللوز بجد يا أمك المرسي جدا أنا اللي مبسوطة أني شفت حضرتك ما كنتش عارف بصراحة أنه عسل يا له بابا حلو كده زيك ولا هو يعرف أن يا عسل يا ليه بابا حلو كده إيه دا أنت هتبرى مني ولا إيه هو عظي يعني بقولي أنه ربنا كرامني بمينة الحلال بيت حلوة الحيون إيه؟ إيه يا بحطعت في إيه يا عم في إيه يا عم؟ ما أنت أبوي يعني الجدعانة الشياكة إيه وعلا وحطعت يعني بوحلوة البابة إيه وعيالا عارف يا أهلا إن ما بطقتش الاسلوب بتاعك دا ما انت أستايل مني سنت واحد وات زي السنت دا؟ دا عملة كده مدورة بنصرفها في أمريكا بالأمارة في كاليفورنيا كان ما في أرونيا؟ إيه ما كان في أرونيا دي؟ فين وإنت نزل من الكبري؟ كبري كتوبر ولا ساحي؟ يا عيال داسة أقولي يا صباح فديح بقولك إيه يا أمك؟ قولي حبيبتي ما تيجي هنا واسح؟ لا 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 كان بدي بتشيل اتنين بس كان في مرة عسلية قالي حصلت خناقة جامدة جدا في شارع محمد علي وراح ضارب 13 واحد مرة واحدة كداب أبوز يديك مش عايز منك مصروف ما تبدحنيش كانوا 12 بس شوفتي بقى ظلمتيني بقولك يا أمك؟ أيوة حبيبتي دي كور الفيلا بتاعتك بجد طحفة ماني فيك؟ مين؟ يعني جلبك أسطور يعني بالعرض كده يعني آه آه والله يا بنت إنه نفسي تغضي الوضع السديق ده وتضربيه في الخلاط وتطلعيني البنياء ده من اللي كنت بتمنى دايما والله يا أمك لأنا نفسي أعود معك كتير بس أنا مضطرة استأذن حضرتك دايما يعني هتروحي فين؟ دايما انت تعاضي هنا حرسمك وانت عرشت لومك كده؟ آه ومزيت يا لا والا زيت اي يا عم؟ أمي يا بنت أقولك يا أبا هنتكري إحنا على الله بقى عشان تعرف ناصلات يلا بيت والنبي عسليس بباباك يرسل يلا يلا بيت يقولك بيس ده فانس تعملك مساجة يمشي 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 قدامي يمشي ايه يا عم؟ شاز لونجان وزيت فيه ايه؟ من المراد ابنك عسلية خلاص بلقى الزيت مش كامل البلد الحقيقة ده كان اختبار بسيط جدا لمشاعرنا اختبار لأي قلب لسه بيدق اي قلب لسه بيعمل بوم 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 اسمحولي ان انا اسجل شوية ملحوظات كده عن كل واحدة فيكم معايا يا حاجة معايا خليني ابدأ الاول بيك انت يا ام سعيد الحقيقة المزيكة كانت صعبة شوية ومع ذلك منزلش منك دمعة واحد ربنا ما عاش ولكن يا اخويا اللي خلينا دمع اسمحولي ان انا اقولكو كده بالتفصيل شعور كل واحدة فيكو هي بتسمع الاغاني ومسعيد ولا كأنها بتسمع مطش الاهل وطلقها على الجيش مفيش اي احساس زينة دموع دموع دايما دموع الحاجة الحقيقة اول اغاني كانت نايمة يمكن كانت بتحلم يمكن كانت بتفكر في البريك داوان اللي حصل الحقيقة انا محتاجة اسمعك كتير قوي حاجة حياتي العاطفية انا نهيتها من اسبوع اللي فاق وعملت له بلوك من حياتي انا الوقت اعمل اقصد عام بالنسبة لما دام نضال انيسة نضال جرى ايه كوتش انا لا يمكن اخد اللقب ده ده لقب مهين موزل موشين مستحيل ايه ده ايه جو ردو الشربيني اللي انا شايفه ده ردو الشربيني دي رأس الحربة بتاعتنا والحقيقة انا بسجل كل التفاصيل اول حاجة لفتت نظري هو حددتك يور ستوري يا ام سعيد يا ترى ليه سموك ام سعيد اهلي يا اخويا من كتر السعادة اللي هم كانوا فيها اول ما خلفوني سموني مسعيد يقوم ايه النحس يلزمني قال سعيد ايه الحقيقة يا مادام زينة انا حابب ان انا اقطع تسكر الطيارة واركب الطيارة كان بالشباك بحب اقوى اقعد في الحدة دي واسافر عندكم لبنان عشان اعدي على البحر المتوسط لبيض المتوسط لبيض قوي المتوسط واعرف ازاي ازاي البحر ده اتملا كده من دموعك احنا عنا بلبنان رايقين كتير حنا حنا ولا اسبوع وحشة واجشة وقفة من وجه طيب يا جماعة يعني اسمحولي في نهاية الكورس ان انا اكتبلكم رشدة كده هنمشي عليها الاسبوع ده لغاية لما تجوني الاسبوع اللي جاي اولا ممنوع منعا باتا الاستماع الاغاني الاتية امانة حد يروح لها وهي عاملة ايه دلوقتي نهائي قال لي الوداع ابدا ثم كلهم بيقولوا كده في الاول ياه يا ماجي ده انت حكايتك طلعت حكاية انا كمان حكاية حكاية والوقت حبيب وما انت لك حكاية حكاية حد حكاية هلا يعني ولا ايه انت تسكت خالص انت قل لي معادك معانا اساسا مقولش حاجة زعيب فراغ يعني ايه وفادي خلاص ما تسعبش علي وفادي بس بقى ما تسعبش علي خلاص 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 ياه يا ماجي لانت حكايتك تلعت حكاية دي قلناها دي صح اه 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 مالشي بقول عاجة تانية بقى اه متى تانية انا اسف ياه يا حبيب دي جديدة ياه يا ماجي ياه يا حبيب دي اجدت برضو اه طبع انا اللي عايز اوصله ان قصتك فيها تشابه كبير من قصتي الله نفس اللي بيفكرني بنفس اللي بيفكرت انا زمان وانا صغير ياه مش فاكر ولا حاجة لانه كان زمان كنت صغير طبيعي بس اللي فاكره كويس ان انا تهاجنت في بداية مشواري ناس وقفت ددي الوقت ساعت خنفسة وقف ددي وحاول ان انا ما غنيش بس انا ما سكيتش وعدت عافر وعافر وعافر لحد ما وصلته وغنيت في كل حتة غنيت في المطبخ وفي الصالة وفي الحارة اما وزمرا ارا ايه؟ ارا ايه يعطيك ميوم فاكر اهلى حبيب لا لا ايه؟ لا فاكر لا فاكر طبعا دي واضحة كانت ايام الحمد لله عشان كده انا باجي بقول لخبرتي في الحياة اختي افراح فقا لما جات قالتلي ماجي وكده قلت لها افجان بقى مفيش مشكلة بس المشكلة ان السيسون انتهى خلاص خلاص السيسون? السيسون اللي هو نهائة الفترة السيسون السيسون سيسون؟ شو حلوين؟ آه عشان كده الله ما عارف أقدم لك أي خدمة ماجي بصراحة هنعمل إيه يعني يا زمري؟ الدنيا يوم لك يوم عليك مش كل يوم معاك غريبة الناس غريبة غريبة الدنيا آه الله 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 عليك يا عالمي صوت مايكل جاكسون وزكاء بهاء سلطان وحنية وردة وبحة نعيمة صغية وخبرة ساميرا سعيدة جميلة لذيذة آه طبعا طبعا على فكرة ماجي أنا تعرض علي سبونسور بالهبل سبونسير 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 سبونسار رعارة سمين هو ده رعارة سمين وعرض علي كتير عم أحمد بتألفول عرض علي قال لي صدرلك القدرة كده في الاغنية وأنا موافقتش وعم زريف بتاع الكبدة بابا باباك؟ آه عرض علي برضو بس أنا اللي موافقتش ليه بقى؟ صحيح وأولا ليه موافقتش عشان أنت عارف أنت بتعمل إيه؟ عشان أنا عارف أنا بعمل إيه؟ مايسترون طب الله يا مايسترون خلاص أنا عارفت أنا أعمل إيه؟ إحنا هندق من إيه؟ من السفر من الحارة أوف من الحارة؟ إزاي يعني قصدك إيه؟ قصد شريف وشريكي ياب نسكت بقى أنا جاي أقرا فتحة أنا قصدي إن أنا مش هسكت ولا أهدالي بال دي لما الناس كلها تتكلم علينا وصرتنا تبقى على كل لسان همتفدح؟ قم روح عبا قم روح يلا يلا يلا